موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبت الكرام نحييكم من خلال برنامج حديث الجمعة وموضوح حصة اليوم هو فقه الدعوة ولأهمية هذا الموضوع أردنا اليوم أن نخصص الفضاء لمناقشته وربما نناقشه في حصص لحقة بإذن الله لم يتسع لنا المجال الحديث بشأن النقاط التي تحوم حول هذا الموضوع ولمناقشته اليوم استضفنا وبكل سعادة الأستاذ هشام الصدقاوي هو باحث في مجال العلوم الإسلامية وإمام خطيب بالجامع الكبير بيت بوربا أهلا بك سيدي أحبت الكرام ننطلق اليوم من خلال مقولتنا لمحمد الغزاري رحمه الله يقولوا أن الوعظة أخف الواجبات التي يتطلبها الإسلام في عصرنا فقد تكون الكلمة الجارية داخل معهد أو مصنع أو ديوان أثقل في ميزان المؤمن من وعظ كثير وألفط النظر إلى منع الجدل الديني داخل هذه التجمعات وقبول جميع المذاهب الفقهية المعروفة وتكريس الجهود والأوقات لرد العدوان على ديننا وإعادة بناء أمتنا على قواعدها الأولى فإذا كان لابد من بحث علمي فليوكل كل ذلك إلى الأخصائيين وهم فيه أصحاب الرأي إنني فيما بلوت رأيت الخلافة الفقهية يتحول إلى عناد شخصي ثم إلى عداء ماحق للدين والدنيا فكيف إذا تصور البعض أن الأمر ليس خلافا في الفروع ولكنه خلاف في الأصول المصيبة تكون أدها وأمر من خلال هذه المقولة ننطرق على بركة الله سيدي والبداية تكون بالحديث عن فقه الدعوة ماذا نقصد بفقه الدعوة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة الله مصلي وسلم ومبارك عليه في الحقيقة الحديث عن فقه الدعوة أو عن منهج الدعوة مرجع الكلام فيه دائما يكون كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العزيز الحميد هذا الكتاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزل نعم ففي كتاب الله نجد آية يقول فيها الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم هذه الآية البديعة تؤصل لنا أصل معنى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفرض على الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن هل يمكن أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن نعرف النبي عليه الصلاة وسلم من غير أن نقف على سيرته من غير أن نتعرف على أخلاقه على حلمه على توضعه على رحمته على حكمته النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم إذا كان واجب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة وسلم لا يتم إلا بواجب التعرف على سيرته نعم واجب علينا أن نقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء منهجه في الدعوة واقتفاء منهجه في الدعوة لأن منهج الدعوة هو واحد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه أدبه ربه فأحسن تأديبه ووضح له منهج الدعوة وجاءنا بمنهج عزيز فيه كل شروط النجاح متع الدعوة علينا أن نقف على هذا المنهج البديع حتى نعلم لما ندعو وكيف ندعو وبما ندعو هذا هو الأصل حسنا سيدي الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هل يمكن سيدي أن ننطلق من هذه الآية للحديث عن حكم الدعوة هل هي فرض كفاية أم فرض عين هو لا شك في أن هذه الآية هي آية رب سبحانه وتعالى أمر من خلالها أمر المؤمنين بأن تكون فئة من المؤمنين فئة من المؤمنين تنتصب للدعوة للأمر بالمعروف والنهي على المنكر وأخذ منها علماء التفسير أن هذه الآية هي تدل على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي فرض كفاية إذا قام بها البعض كنقول فرض كفاية بمعنى إذا قام بها البعض تسقط عن الآخرين نعم هذه الآية هي في الأصل قال فيها الحق سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا من انتفى هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفى في الأمة المحمدية سقطت الأمة كاملة وظلت الأمة كاملة نعم هي الخيرية حتى الخيرية منتع الأمة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر العلماء عندما وضحوا حكم الدعوة قالوا بأن الدعوة تكون فرضا على الكفاية بالنسبة للعلماء الأمة الربانيين هؤلاء العلماء إذا قاموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سقطت عن الباقي لكن في مجملها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في معنى الدعوة إلى الله في معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا يصبح فرض عين لقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حسنا أستاذ أنت قلت لدينا منهج واحد لاتباعه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالرسالة المحمدية إذن هذا المنهج اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به ونحن اليوم عندما نتحدث عن الدعوة لابد أن نطل على هذا المنهج حتى نتبعه ونعمل به ونحقق الهدف المنشود وهو أداء الأمانة فما هي الشروط سيدي التي يجب أن تتوفر في الداعية حتى يؤدي واجبه أو يؤدي دوره على أحسن وجهه ويحقق الفائدة من خلال الدعوة فعلا هذا من نجم نشوفه من نجم بينه إلا كنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قبل أن ينتصبك داعي النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة أخرى صلى الله عليه وسلم حب مبصد للسيد المشاهدين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة كيف كان خلقه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجرنا للحديث عن أول شرط يجب أن يتوفر في كل داعية وهو الاستقامة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو إلى الله كيف كان خلقه علش قلت ملوب كل في أول حديث امتعي قلت وجب علينا أن نتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم بما كانت قريش تلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين الله الله رأيت هذه هاتين الخلتين العظيمتين الصدق والأمانة والأمانة توفرت في النبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه النبي عليه الصلاة والسلام خلتين عظيمتين على أنه جميع الخصال النبي لم يتوفر عند النبي أما عرف أكثر بالصدق والأمانة هذا درس عظيم درس جليل يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل داعية عليك قبل أن تنتصب للدعوة إلى الله عليك أن تكون صادقا وأمينا علاش هالصفتين هذون بالذات علاش صدق والأمانة دون سائر الصفات الأخرى والخلال الحميدة الموجودة في النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف النبي بالصدق والأمانة على وجه الخصوص على لأنك لم تستطيع أن تبلغ شيئا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صادقا الصدق هو خلق أساسي للداعية يجب أن يكون صادقا لأنه لو عرف بالكذب لما صدقه الناس لكي يصدقه الناس ويجب أن يكون هو صادق صعب وأن يقول قولا صادقا والصدق في القول هذايا والإخلاص في العمل يتبعه الإخلاص في العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزج بين القول وبين الفعل ولن في صامة مثل ما شهر في صامة ما عنده شهر في صامة لتوقع في المجتمع عمتانا شنو المجتمع عمتانا أنه ثم ان في صامة بين القول والفعل نقول ما لا نفعل والله سبحانه وتعالى قد صلى توعيدا عظيما وكبيرا على كل من يفصل بين القول والفعل فقال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ فكان الصدق هو خلة أساسية وصفة أساسية للدعي كما أن الأمانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بأمانة وهذا لكل دعية عليه أن يتحلى بالصدق لكي يصدقه الناس واحد اثنين عليه أن يتحلى بالأمانة لكي يكون آمينا ووفيا وفاءا كاملا أن يبلغ المعلومة والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانة أنت ألا تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم خباب ابن أردت دعاء النوم قالوا إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني أسلمت وجهي إليك أو وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا مالجأ منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت فقالوا أعدها علي يا خباب علش قالوا أعدها علي ما قالوا حتى الصحابة يعلم فيه في دعاء اللي بي أعدها علي أراد أن يختبر أمانة خباب ابن أردت في نقل المعلومة وقتل يعود الحديث خباب ابن أردت عوده بنفس الألفاظ إنما جافي لخرب كل وغير لفظا في مقعة اللي بشي يقول وآمنت وبنبيك الذي أرسلت قال خباب ابن أردت وبرسولك الذي أرسلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت كل خباب ابن أردت ما الفرقه أنا حبيت أن نرفع لك مقامك الرسول قالوا لا يعلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام حين يبلغ أن يبلغ بأمانة أستاذي الله سبحانه وتعالى يقول في كتابي العزيز ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك هذه الآية كانت مواجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها دعوة إلى التزام بجملة من القيم حتى يؤدي الدعية دوره هي اللين وحسن المعاملة والأسلوب السلس في التبليغ فماذا يمكن أن تضيف سيدي بشأن هذه الآية أنت أتيت على عظيم هذه آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يؤصل فيها ويثبت فيها خلق النبي العظيم الذي هو منة من الله سبحانه وتعالى فقال الحق سبحانه وتعالى في الآية هذه الكريمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله آية بديعة الله سبحانه وتعالى إلى جانب الصدق والأمانة اللي قلنا يجب أن تتوفر في الداعي هاتين الخلتين ثم خلة أخرى اذكرها ربي في الآية هذه آية البديعة نعم شنية التلطف لين الجانب أن تتلطف مع المدعو أن تلين جانبك إليه أن لا تتعسف عليه أن لا تكرهه على أي شيء أن تشرح له الدعوة بكل لطف أن تدعوه أن تقربه إليك بتنجمش تعالج عبد النبي كان في معالجة الدعوة هي معالجة الدعوة إلى الله في جوهرها وفي معنها العظيم هي معالجة الخلق أن تعالج الخلق والكفر هو داء عضال طبعا هو مرض أنت تعالج في أمراض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يعالج أمراض أما عليك أن تتبين المرض ثم تعالجه كيف تعالجه نجمش تعالج أنت مريض وبعد عليك يجب أن تقربه إليك أن تستلطفه أن تطيب له قلبه حتى إذا ما قرب إليك وقرب واستأنس بك هذا اسم قانون الالتفاف نعم الآية هذه تضعنا وتأسنا لقانون بديع ما أتى به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قانون الالتفاف ضد قانون الانفذاف لقوله تعالى ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضوا من حولك هذا قانون الانفذاف يقابلوا قانون الالتفاف اللي ما ينجم يتأسس القانون هدايا إلا بالتلطف وطرحم والتوادد ولا ننكر على بعضنا معناها الإنكار الشديد اللي ينفر وذلك علش النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الخلق وزرعه في قلوب أصحابه في أول الدعوة أول مزرعة زرع التلطف وطرحم بين الناس وعليك أن تدعو إلى الله بلطف وليتلطف نهيك أنه كلمة هذه لفظة وليتلطف جاءت في سورة الكهف هي نصف القرآن الكريم قد قد وأحسن الشيء أوسطه وأفضل الشيء أوسطه نعم ما جاتش كيكا اعتباطا راو جات مدروسة لأن كتاب الله محكم أحكمت آياته اللفظة ذايا توسط كتاب الله وليتلطف بشيورينا ربي سبحانه وتعالى قيمة التلطف في الدعوة عليك أن تتلطف وأن تلين جانبك وأن تدعو بالحكمة والموعظات الحسنة تواجهوها الآية ذي في التفصيل بعداش بشيشوفه إلى جانب معناها الصدق والأمانة عن التلطف وعلى لين الجانب يجب أن تدعو إلى الله بهذه الصفة الجليلة اللي كانت متوفرة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولولاها لنفضل الناس من حوله ما اقترب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحبه إلا من أجل تلطفه وترفقه مع الناس والرفق قد زان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فاق النبي في خلق وفي خلق سيدي اليوم عندما نطل على أحوال الدعاة ما علاقتها بالمنهج الذي تبعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالشروط التي كان أو بالصفات التي كان يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم نحن بالتأكيد نحن حبينا من خلال الحصة هذه إن بينوا منهج نبيسة صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم حتى يتضح الحال لأن مشكلة نحن في المجتمع الإسلامي المشكلة معناها عميقة شوي لأنه لما تتعدد المنهج ولما تختلف الصبل ونفترق في الصبل وكل يلوي على ما يريد نعم وكل حزب بما لديهم فرحون وكل واحد يقول لك هذا منهجي أنا نتبعه في الدعوة وكل واحد يقول لك هذا منهجي الصحيح ويقول لك هذا منهجي الغرط أردنا من خلال هذه الحصة بكل بساطة أنه بينا أنه عنا منهج واحد يا ناس أيها الناس لا منهج واحد هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهذا دعنا نتعرف عليه منهج النبي هنا شفنا توانيبي صلى الله عليه وسلم كيف استقام هو ابتداءا سعى؟ بدأ بنفسه طبعا نعم يجب على الداعية أو على الداعي أن يستقيم هو ابتداءا حتى يستقيم المدعو اقتداءا نعم ثمت آية من كتاب الله أجملت لنا وأصلت لنا فقه الدعوة هذه الآية وردت في سورة يهود جاءت على لسان سيدنا شعيب الذي لقب بخطيب الأنبياء نعم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأسك التسليم صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحق سبحانه وتعالى قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم جميلة جدا هذه الآية صدق الله العظيم جميلة جدا هذه الآية إن أردتي أو إذا كان السادة مشاهدون أرادوا أن يتعرفوا على فقه الدعوة فليقرأوا وليتبينوا وليتدبروا هذه الآية فقولوا سيدنا شوعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعني لا أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه هذه قضية بني إسرائيل بني إسرائيل شيني قضية امتحهم بني إسرائيل شيني قضية امتحهم أصلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هذه مشكلة بني إسرائيل أنهم كانوا يأمرون بالمنكر ويأتونه ينهون عن المنكر ويأتونه وكانوا يأمرون بالمعروف ولا يأتونه هذه قضية بني إسرائيل ولذا غضب الله عليهم فأصل الدعوة وأصل في الداعية أن يستقيم هو مش يأمر الناس كما قال المولى عز وجل سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبري وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبري وتنسون أنفسكم إذن الخالق سبحانه وتعالى خالق الله سبحانه وتعالى أدبنا بهذا المنهج في الحديث القدس الذي يقول فيه الحق سبحانه وتعالى من حديث أبي ذر الغفار فيما رواه مسلم شي يقول مولى عز وجل في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الله بدأ بنفسه سبحانه وتعالى بدأ بنفسه ليؤدبنا على هذا منهج وليقيمنا على هذا منهج القويم الله بدأ بنفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا الأدب الإله الرباني الذي أدب به الخالق سبحانه وتعالى من أدب به أدب به نبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأدبه ربه فأحسن تأدبه وأراد النبي أن يؤدبنا بأدب الله له فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله العزيز على لسن الشعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه هذه الحجلولة يجب أن أستقيم أنا ثم أدعوك أنت حتى تتبعني اثنين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وهذه قوة هذه قوة في المنهج المحمدي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت معناها في أول ساعة تفريع من الأصل أول تفريع وأول استنتاج نخرج به من قوله تعالى وما أريد الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت بأن نجعل الهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا التفريع لول واستنتاج العظيم لول أنك مش بيدك الهداية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ثم الترفق والتلطف بالناس الاستطاعة تفيد التلطف والترفق بالناس بأنك لا تكره الناس أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نعم ربي سبحانه وتعالى قالها لحبيبه مخاطبا حبيبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قال الله تعالى لإكره في الدين هذا معنى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت استنتاج آخر من قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وهي التدرج في الدعوة هكذا نصلح الناس هكذا نأخذ الناس بأريحية بتدرج بلين الجانب امتثان لقوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح إصلاح مش الإفساد الإصلاح ما استطعت هاي وما توفيقي إلا بالله الله الله هنا إنسان ينزع عنه كل مزية فما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى فكان من توفيق فمن الله عليه توكلته وإلهي أنيب نعم حسنا أستاذة في نهاية المطاف أردت أن أفتح النفذة على مجتمعنا التونسي نرى أن البعض ثبت أنفصام بينهم وبين الأحكام التي وردت في الشريعة الإسلامية ثمت ضعف الوازع الديني الدعاة هنا إزاء هذه الوضعية ما هي مهمتهم المناطة بعهدتهم لإصلاح الأحوال هو كل ما اقترب كل ما اقترب الداعية من منهج الله اللي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلا وفقه الله كل ما اقترب كل ما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من خلال كتاب الله أو من خلال سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وكانت داعية موفقا في دعوته إلا إذا اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم لننظر في بعبارة موجزة بإيجاز خطر منجموش نطبه في المقالة ذايا خطر المقالة ذايا لا تتسع الحصة إلى مثل هذا الأطناب إن شاء الله نرجعها الحصص الأخرى قادم إن شاء الله أما علينا أن نوجز بإيجاز أقول أن الداعية عليه أن نتبع منهج النبي ما هو منهج النبي في الدعوة كيف بدأ النبي دعوته أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بترصيخ العقيدة التوحيد في قلوب المسلمين في قلوب المسلمين الذين أسلموا معه في قلوب أصحابه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتركيز وتأسيس عقيدة التوحيد وعلى أسس صحيحة عقيدة التوحيد هذه العروة الوثقة العروة الوثقة التي عبر عنها الحق سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقة ما هي العروة الوثقة؟ العروة الوثقة هو التوحيد هو الصراط المستقيم كيف غرس التوحيد النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدأ بأباش بدأ بغرس عقيدة التوحيد في قلوب أصحابه لما تعرفوا على خالقه لما عرفهم بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى ثم حببهم في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وحين أقول أن النبي أعرفهم بخالقهم كذلك عرفهم برسولهم ولذلك الله سبحانه وتعالى قرع كل من لم يعرف الرسول في قوله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم ممكنون أم لم يعرفوا رسولهم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدأ أنه عرف أصحابهم في ربهم عرفهم في ربهم ثم عرفهم برسولهم ثم حببهم في ربهم وحببهم في رسولهم ثم أمرهم بأن يتبعوا الله الذي يعرفوه والذي أحبوه وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه والذي أحبوه في ختام الكلام تانا حب اللخص أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة مراحل أساسية معرفة الله ورسوله محبة الله ورسوله ثم اتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشكرك سيدي جزاك الله خيرا لما قدمته لنا سوعدنا جدا لحضورك معنا أشكركم سادتي الكرام لمرافقتكم لنا نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يجعلنا من أهل الحق والدعوة والسماحة وأن يهدينا إلى سبيل الصلاح ونكون بذلك قد اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا لمرافقتكم لنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى